السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل المتابعين ومشاهديني معايا في فيديو جديد النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض بسبوسة على البارد خذي باليك معايا فيه نوعين من البسبوسة فيه بسبوسة على البارد وفيه بسبوسة على السخن تعالي بينا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف عملنا البسبوسة دي إزاي قدام حضرتك صنية مقاس 28 تقدر تخلي الصنية 30 بس ما تزوديش عن 30 وما تقليليش عن 28 ده أنت الصنية بمعلقة واحدة من الزيت زي ما حضرتك شايفة كده بعد كده هنزل بورقة من الزبدة أو كيس حراري يعني المتاح عند حضرتك استخدمي بعد كده نزلت بمعلقة واحدة من الزبدة وحبتدي أغلف كده ورقة الزبدة زي ما حضرتك شايفة طبعا أنا بعمل الحركة دي عشان هقلب البسبوسة قدام حضرتك لو حضرتك عايزة تسيب البسبوسة زي ما هي في الصنية يبقى حنستغنى عن ورقة الزبدة وحندهن الصنية بمعلقة واحدة من الزبدة ومعلقة واحدة من الطحينة خلاص أغلف بقى الصنية بالشكل اللي حضرتك شايفة أهم حاجة ورقة الزبدة يكون موجودة عليها زبدة بالشكل اللي حضرتك شايفة وأنا شغالة كده معاكي بكون مولعة الفرن جنبي خلاص قدام حضرتك نص كيلو من دقيق السومولينا أو السميد أو دقيق الفرخة وبيكون ناعم بنزل عليه بمئة جرام من الجزهند الخشن وياريت يكون كامل الدسم بقلب بقى الكلام ده كل كويس جدا وبعد كده بنزل عليه بمئتين جرام من الزبدة أو السمنة زي ما حضرتك تحبي ويفضل حبيبة قلبي يكون سمنة أو زبدة بلدي لإن ده بيفرق قوي في الطعم خلاص حنقلب بقى الكلام ده كله كويس جدا احنا لسه حنبسها بإيدينا حنسيب بقى الكلام ده كله على جنب وتعالي بينا نحضر بقية الخليط اللي هو عبارة عن متين جرام من اللبن يعني كباية إلا معلقتين من اللبن حنزل عليهم بربع كيلو من السكر يعني كباية ونص 100 جرام من عسل الجلوكوز يعني معلقتين حنزل كده بعسل الجلوكوز وهياخد بقى الكلام ده كله وهنروح بيه على النار اللهم أجرنا من النار مع التقليب المستمر لحد لما السكر يدوب وعسل الجلوكوز هو كمان يدوب معنا أنا مش عايزاه سخن أنا عايزاه بس دافي بمجرد السكر والعسل ما هيدوبوا معايا هشولوا من على النار تعالي بقى كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي كده نبسس الكلام ده كله بيديكي كده وفرقي بقى السمنة أو الزبدة مع السميد بالشكل اللي حضرتك شايفاه في المرحلة دي بس سي برحتك خالص أو عجيني برحتك خالص لحد لما تأكد أن كل السميد اتغلف بالزبدة أو السمنة كويس جدا خلاص بعد كده هنجيب بقى اللبن مع عسل الجلوكوز مع السكر وحنزل بيه على الكلام ده كل وبأطراف إيديكي وتلمي بقى الكلام ده كل خد بالك أنا مش بعجن أنا بأطراف إيديكي زي ما حضرتك شايفة كده ببتدي ألم يعني في أقل من الدقيقة بكون الكلام ده كله خالص خد بالك كتر العجن هيخلي البسبوسة تعظم معانا هاتي بقى يلا الصينية بتاعتنا ونزلي يلا على طول بالكلام ده كله سمي بسم الله الرحمن الرحيم وانزل كده بالخليط وبعد ما تنزلي بكل الكمية هبتدي كده أشيل الصينية وهبضها على الرخامة زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي طيب بعمل كده ليه عشان أطلع أي هوا أو فراغات موجودة في البسبوسة وحضرتك بتشيل فيها وتهبديها حيبلك فكاقيع طلعة من البسبوسة وده المطلوب أنا عايزة أخرج أو أطلع كل هوا موجود فيها بص حضرتك أنا بعمل إيه الأول كده الأطراف ببتدي كده أهبد الأطراف زي ما حضرتك شايفة وبعد كده بشيل الصينية وهبدها كده زي ما حضرتك شايفة كده بالضبط وبعمل كده كذا مرة لحد لما تأكد أن ما فيش أي فاققيع طلع من البسبوسة وزي ما قلت لحضرتك سابق أول ما بتدي أعمل البسبوسة لازم أسخن الفرن خلاص بعد كده بابل لإيدي مية أو لبن المتاح عند حضرتك وببتدي كده أمشي على سطح البسبوسة خد يبالك معايا سواء كان هتحطي حضرتك مكسرات أو مش هتحطي لازم حبيبة قلبي أبل لإيدي مية أو لبن وأمشي كده على سطح البسبوسة زي ما حضرتك شايفة كده بالضبط تمام ولو حضرتك هتحطي مكسرات زي كده يفضل تعملي كده بالسكينة وعلى الهامش وبالراحة كده ما توصليش السكينة لقاع البسبوسة قسميها زي أنا ما عملت كده بالضبط خلاص جي بقى مكسرات كانت فاضلة عندي من رمضان يعني مش أساسي ولكن هي بتدي طعم حلو أوي للبسبوسة تمام طيب لو مش حابة تقسم البسبوسة بالشكل ده ممكن حضرتك تجيب أي نوع مكسرات متاع عندك وتقصريه بإيد الهون وتبدأي ترشيه على سطح البسبوسة وتجبسيه بإيديكي هيديكي نفس النتيجة طبعا لحضرتك حرية الإختيار حابة تحطي مش حابة تحطي اللي يعجب حضرتك كله حلو هنخلص بقى الكمية كلها بالشكل ده كل اتنين مقابل لبعض بعد ما هنخلص كل كمية المكسرات بالشكل اللي حضرتك شايفاه هبتدي بصوبع إيدي أضغط على المكسرات تحت بس ياريت حبيبة قلبي يكون بالراحة خلاص عشان أسكن المكسرات في البسبوسة فرني سخنته مسبقا زي ما قلت لحضراتكو على الشبكة اللي فوق هنشغل من تحت مش هنشغل الشوية خلاص تعالي بقى على طول أول ما ندخلها الفرن نعمل السيرب أو الشربيت كوبايتين من السكر كوبايتين من الميا معلقتين من عسل الجلوكوز وعصير نص لامونة واللمون ده حبيبة قلبي أنا مفرزاه ويقعد عندي في التلاجة من السنة للسنة تمام كده هقلب بقى السيرب الأول كويس جدا لحد لما السكر يبتدي يدوب معانا ليه بنعمل كده لأن السيرب مش هيقعد معانا فترة طويلة على النار فلازم حبيبتي أدوب السكر بقدر المستطاع بسي كده معايا حطته على النار بعد أول غلوة بعد لحد عشرة وبعد كده بطف النار البسبوسة سخنة جدا وكمان السيرب سخن جدا جدا سمعت معايا الطاشة لازم حبيبة قلبي أسمع الطاشة دي وده سر من نجاح البسبوسة ببتدي كده أحط نص كمية السيرب وأقلب كده البسبوسة يمين شمال بعد ما بخلص نص كمية السيرب بصوبع إيدي وبضغط شايف كده أنا بعمل إيه؟ لسه السيرب ما طلعشي حوالين صبعي يبقى كده لسه محتاجة سيرب تاني ببتدي كده أسقي تاني مرة والتانية والتالتة وبعد كده بعمل نفس الحركة بصوبع إيدي وأبتدي كده تاني أضغط على البسبوسة ركزي كده معايا حوالين صوبع إيدي بدأ السيرب يبن معايا تبقى كده البسبوسة تمام ومش محتاجة أي سيرب تاني خلاص تعالي بقى نقلبها جبت جيس تلاجة فتحته بالشكل ده وحطينا السينية عليه وحبتدي أقلبها بصي بقى الكلام حنشيل بقى ورقة الزبدة ركزي معايا كده هي مستوية وزي الفل ولكن ورقة الزبدة لازم تعمل الشكل ده لو وصلتم معايا لحد هنا أتمنى من حضراتكم لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عالكل عشان يوصل لكم مني كل جديد بصي بقى الكلام شايفيني الكلام أهم حاجة حبيبة قلبي اوعي تقطعي البسبوسة أو تيجي جنبها غير لما تبرد تماما تماما ويفضل مش قبل ست ساعات إيه رأيكم بقى؟ مش عايز أقول لحضراتكم راحتها طحفة وطعمها أحلى وأحلى وأوفر بكتير من اللي بنشتريها من برا وطبعا أنضف من اللي بنشتريها من برا يارب الفيديو يكون عجب حضراتكم وينول إعجابكم شكرا ليكم مع ألف سلامة